تعاني المستشفيات الحكومية في محافظة حضر موت العديد من المشاكل التي تعوقها عن أدى دورها كجهة يقصدها البسطاء من المرضى ممن لا يستطيعون السفر إلى الخارج للعلاج فمن نقص الأدوية إلى نقص الإمكانيات والمعدات الطبية وصولا إلى نقص الكادر الطبي المتخصص وعيز الميزانيات كل ذلك يؤثر سلبا على الخدمة الطبية المقدمة في المحافظة يبرز دور منظمات المجتمع المدني التي تحاول جاهدة بالإمكانيات المساهمة برفض هذه المستشفيات بما تستطيع من معدات وأيضا تذهب إلى تنفيذ البرامج والمخيمات الطبية المتخصصة حرص منها على تقديم خدمة طبية مجانية للمرضى العاجزين عن دفع التكاليف ويأتي هذا البرنامج بعد سلسلة برامج المؤسسة الطيبة للتنمية على مدى 20 عاما من الرياضة الصحة والتعليم تردي خدمات المستشفيات وحالتها المتدهورة يتزامن مع انتشار الأمراض والأوبئة التي فتكت بالمواطنين وهو ما يضاعف من صعوبة مكافحتها واحتوائها أيضا للحد منها كحم الضنك والملاريا برغم كل المساهمات تظل المستشفيات والمراكز الصحية عاجزة عن تقديم خدمة صحية مكتملة للمواطنين الذين يطالبون الجهات المختصة بتحسين الخدمات وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بدلا من تفاقم معاناتهم في ظل وضع مأساوي تمر به البلاد حداد مساعد قناة بلقيس شبام حضر موت